السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا شخص محمد حافظكم الله وبرك الله فيكم امين يا رب ربنا يبرك لحضرتك يا ربنا رديك يا فني اه معلش بس انا كنت عايزة اسأل سؤالين اول سؤال حضرتك كنت بتقول ان انت لما تدعي الحد بتمنى الخير ان دي حاجة كويسة حتى لو الحد ده ظلمني وازاني طيب ده سؤال السؤال التاني حضرتك انا دلوقتي متزوجة ليا 18 سنة طيب وجوزي رم علي قبل كده يمين انطلاق وتجوز علي قبل كده مرة وجعد تظر وريع وانا سمحت وقبلت ومشيت العيشة وانا حاليا معي خمس ريال هو بقى دلوقتي حضرتك مصمم ان هو هيتجوز ساني علي تمام ما كيش مشكلة حقه شر يا ربنا ويعلم ربنا انا مش بأثر في حاجة اللي بقدر عليه بعمله الظروف المتاحة اللي هو بيتيح بيها بيته تمام حضرتك كل المشكلة بيني وبيني انا رفضوا اهل ان هم يسلكي فلوس وانا مش قادر اتصرف ولا سليفه السليف تاني من حد وهو علي ديونه وعلي التزامات ولما بقول له بيع العربية او بيع حاجة من اللي معاك فيدي ديونك مش هينفع عن السليف تاني بيزعل من الكلام وهو دلوقتي بقى ايه خلاص انا مش نفعه ومليش لازمة وهو مش شايف حياته ومش شايف دنيته ومفيش استقرار ونظام في البيته هو مخنوق وبيدور على مصلحته فمصلحته هو يتجول اوكي ماشي حضرت الشيخ انا دلوقتي في وزر علي لو انا انت انا هتعن حقوق الشرعية انا مش قادر ان انا سنحه تاني او اكمل معه هتكملي معا معيشة ولا هتتطلق ايه انا مش هتطلق لان انا مش هحط ناكسة وعودة ان انا حد يتقدم للجواز انا وصله هينفق عليك هينفق عليك ينفق عليك وانا لفقت ايه دكت وعليك ما عرفش بقى الشيخ محمد انا مش لأي حد يدخل معه ويكلمه او حتى ندارح فتح الكلام مع واحدة من الجيران كتبية تعزيني عشان عندي حالة وفاة فارحة تقال لها ايه يتعود زي الجزمة القديمة يتطلق وطلع برة في الشارع طب هي اعندة بتربعي لها لا هي ملزمة تعمللي وتجيبلي وتسوين طب انا اعمل لك ليه يعني عملي يقول ليه اليومين اللي انا جيهم تعمللي محش وتعمللي ده بعد 18 سنة وانا مصطلحة طيب طيب انا مش قادرة ان انا اديله حدوء يعني مش قادرة اديله حق الشرع خلاص انا نفسيا طيب اخت الكريمة اسأل الله العليا القدير ان يهدي لك زوجك وان يفرج همك وان يزيح غمك وان يحقق املك خليني في الاول تمني الخير للي ظلمني انا ما بقولش تمني الخير للي ظلمك غصبا عنك انما حالة زوجك دي مثلا هل يفيد الدعاء عليه ام الدعاء لا يعني الاولى والالطف ان انت لما تقول يا رب ارزقه بمصيبة والمصيبة جات له مين هيشينه ما انت اللي هتشيني فعلشان كده بقولك تمني له الخير مش قادرة ادعيله بالهداية ادعيله ان ربنا يرده مردا جميلا لكن ما تدعيش عليه لكن لما تدعي مثلا تقول يا رب ما يهنأ له ايش اهناك ولا يتهنى بلؤم اهناك ولا يتهنى براحة بال هناك تظن ان هو لما نغلصت عليه ايشته هناك هيجي الى الايشة الهنية عندك ابدا لان الانسان كيان لا يتجزأ طيب لو انا استطعت ان اتغلب على شيطان نفسي وادعلي اللي ظلمني ان ربنا يرد عن ظلمه وان ربنا يعطي لي حقي ويظهر لي حقي لا شيء في ذلك مطلقا طيب نجي بقى في الامر التاني اذا حضرتك اذا حضرتك يا اخت الكريمة انفق عليك زوجك اصبحت ملزمة باداء حقوقه الشرعية لو انتنع عن النفقة يبقى لك ان تمتنعي عن حقوقك الشرعية لكن ما اقدرش اديك فتوى ما دمت تجلسين تحت عصمته وفي ولايته وتأكلين من كده ومن سعيه لا يمكن لنا ولا غيري يقدر يديك فتوى ان تمتنعي عن حقوقه الشرعية اللهم الا اذا امتنع عن النفقة او طلبت منه الطلاق وطلقتي فحينئذ تصبحين مطلقة منه ربنا